تمت المقابلة برقابة عسكرية ممثلة بعسكر أمريكي كان يتم تبديل بين الفينة والأخرى وذكراً المجلس الوطني العراقي هو المجلس الشرعي للعراق وأن حكومة الرئيس صدام هي الحكومة الشرعية وأن كل ما يجري هو باطل ولا أدل على ذلك من أن سيد كوفي عنان في إحدى تصريحاته قد قال أن الجريمة العدوان التي ارتكبت بحق الشعب العراقي لم ترتكز إلى أي أساس قانوني ونحن نؤمن بالقانون ونطبق القانون وبالتالي الانتخابات باطلة وأنصاء حدثت والقرار الذي صدر عن مجلس الأمن على الباب السابع قد ألغاه كوفي عنان بتصريحه حين قال بعدم وجود أسلحة الدمار الشامل لا يوجد أي سبب يبرر جريمة الغزو والاحتلال وقال أنه يعتقد أكل مجرد ومجرد في هذه الأرض تحتكى من خاصة الحصول على المقاومة العراق والوصي قاله إنه عدى من عربي ولكن أتحاول أن أتكلم إذا كانوا ليسوا قامون لا تكونوا شيئا لأن كل شيئا يتكلم and he said a Quran verse saying don't panic don't be sad you are the higher the upper hand then our colleague in the committee introduced president to the constitution of our committee of 1500 Arabs and foreigners including Americans الإنجليزين، الإيطاليين من مليزيايا أيضاً وكثيرات أربية. والميداني أعزهم كلهم. ترجمة نانسي قنقر